أيضا حول ذات الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء نصر سالم مستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا مساء الخير سيادة اللواء أهلا بحضرتك معنا في هذا النقاش إذن ضربة قوية واجهتها السلطات المصرية للجماعات الإرهابية متمثلة في تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي كيف يمكن الحفاظ على هذه الضربة القوية ونتائجها وتوالي تنفيذ مثل هذه الضربات القوية تجاه الجماعات الإرهابية سيادة اللواء أهم نقول استمرار لعملية الردع هو الاستمرار في تحقيق العدل لم يمثل العدل في قضية كما مسل مع هذا الإرهابي القاتل استنفذ كل مراحل المحاكمة خد حقه تماما رغم اعترافه ورغم ثبوت كل الأدلة عليه إلا أنه خد كل مراحل الدفاع عن النفس محامين بتقنف مرة أخرى كل هذا هو ده العدل ليس يعني دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة ليس هناك رادع لكل إرهابي في العالم إلا أن العدل سوف يطبق عليه سواء كان يعني نقول إيه لا يأمن العقاب يعني يعرف أنه في يوم من الأيام سيتعرض للعقاب وإحنا هنا بنقول إحنا إيه إحنا ما بننتقمش ما بنسأرش إحنا آه في النهاية إحنا بنحقق حكم ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول فيه ولكم في القصاص حياتهم يقول ألباب لما كل مجرم بيعرف أنه هيقتص منه هيعرف أنه لابد أن يؤمن أو يحقق الأمن لكل من سواء مش هيعتاه مش هيهدي الناس كلهم ويرهبهم لأ ده الحق ده أو الأمن حق أصيل لكل مواطن خلق ربنا على الأرض فمن يحطم سنة الله على الأرض وهي الأمن والأمان لابد أن يواجه بسيف العدالة اللي وجه به مثل هذا الإرهابي ولم نقتله رأسا برأسا أو لمجرد أن احنا قبضنا عليه ولكن استنفذ كل سبل أو كل مراحل العدالة في محاكمته وده أهم رادع بنقول له كل مجرم موجود سواء كان مجمود موجود خلف الأسوار أو هارب الآن سوف يتم القبض عليك عاجلا أو آجلا وسوف تتم محاكمتك وسوف يطبق العدالة كاملة هو ده أهم رادع لأن الكل يجب أن يعلم أن طال العمر أو قصر كل مجرم لابد أن يلقى عقابه جزاءا وفاقا لكل ما فعله وما ارتكبه ضد وطنه وضد أبناء الأمة البشرية جميعا سيدة الواء هشام عشماوي طبعا يمثل كما ذكر حتى ضيفنا في المدخلة السابقة صيد سمين بالنسبة للسلطات المصرية وكان مركز الثقل في الجماعات الإرهابية الآن وقد اختفى هذا الوجه يعني كيف على السلطات الأمنية في مصر أن تتعامل تحسبا لربما رد فعل انتقامي من هذه الجماعات أو لإحلال بديل له ليتخذ موقعه الذي كان مهما في داخل الجماعات الإرهابية أولا في بعض المسلمات يجب أن تغيب عن بالنا باستمرار أن هؤلاء الإرهابيين بدءا من جماعة الإخوان نهاية بداعش ومن على شكلتها مش مستنية أن احنا نقبض على أحد رؤوسها ونقدمه أو نطبخ فيه العدالة هم أي فرصة هيلقوها أي حاجة ضدنا هيستهدفوها متى أتيحت الفرصة يعني لا ينتظرون سبب معين مش منتظرين مش منتظرين إن شام عسماوي أو أبو بكر البغدادي أو كل العالم دول لا هم ما بيصدقوا لو لقوا قدامهم أي فرصة هيضربوا مش بينتقوا هم ياريهم وبينفذوا للأسف وبكل أسف وأنا بقول وده الكلام ده رددوه هم كتير هم بيبصلنا على إنهم إيه ده بيحققوا حاجة غريبة جدا اللي قالوا ما قيل من قبل في فرعون ومن معه يقولك إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين ده بيبصلنا إحنا بيوزنونا إحنا الآن إحنا الجنود اللي بندافع عن مصر وعن دنا وعن شرفنا بجنود فرعون اللي كان مشرك بالله أو اللي كان كافر بيبصلوا همان نفس الكلام إحنا النهاردة بيبصلنا كده فإذا نظرتهم لينا بهذه النظرة مش منتظرين إنه يتمسك إرهابي أو قيادة من قياداتهم عشان يولوا قائد غيره أو عشان إنه هم يستهدفون لأ دول عندهم مبادئ عمياء تماما لا بصيرة أمامهم هم عملية ممنهجة عندهم إنه كل من هو موجود بخلافهم كل من يخالفهم في الرأي فهو كافر فهو مستحل بالنسبة له دمه حلال بالنسبة له منه هم يحلوا دمه فإذن دول ليس لهم إلا أن يعاملوا المعاملة بكل عدل وبكل قصطاص زي ما تعمل مع الشام عسماوي كل من هيثبت إنه بس لينا رجاء واحد من قضاءنا العظيم أن يكون قضاء ناجز ما نقعدش اللي كان الإجراءات اللي اتخذت في الفترة دي كلها كان ممكن تتم في فترة سيارة مش كل مجرم ياخد زيه زي بتاع المخدرات زيه زي اللي مش عارف سرع حبل غسيل لا دول ناس الشعب عايزة ربنا سبحانه وتعالى يشفي صدور قوم المؤمنين عايزين نحس فعلا كل أبناء أو أهالي الشهداء اللي ماتوا على أيدي هؤلاء المجرمين عايزين يشعروا فعلا ربنا يشفي صدورهم لأن يروا هؤلاء المجرمين بتطبق عليهم يد العدالة فرجاء من قضاءنا العادل أن يكون ناجز ولا أعتقد أن الإنجاز بيتضاد مع العادل نعم عشان بس إيه مش كل دول أعدين تمام أعدين بيكلوا بيكلفونا حراسة وبيكلفونا وبيكلفوا الدولة وفي الآخر ما احنا عارفين الحكم ممكن ننفذ هذا الكلام بسرعة ناجزها أفضل عشان بس نخلص من هؤلاء الإجرميين وهو ده الرضع الحقيقي أن يرى هؤلاء المجرمين يعني محاولة أن تكون الإجراءات سريعة لكن عادلة في نفس الوقت لازم العدل ده لابد العدل هو أساس الملك ولكن نقضب الإنجاز والسرعة نعم بشكرك شكرا جزيلا للواء ناصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا